لمدة سبعين سنة كان فيهم ملايكة بيت شفاعة لو انت تصل في المسيح تخلق برا الكمفرط زوم بتاعك بقى ادعوكم للحبية وانتم تقولولو ما تخلينا مشتحين اسم الاب والابن والروح الكدس الواحد عمين احنا في سفر اشعية المفروض انه احنا كنا ناخد اصحاح تلاتة وتلاتين يمكن اربعة وتلاتين لكن احنا قلنا عشان احنا رايحين على اسبوع الالام فا اقترحنا ان احنا ننط على اصحاح تلاتة وخمسين لان ده وقته وده مجاله اصحاح تلاتة وخمسين بيسموه قدس اقداس قدس اقداس العهد الادين اهم مش عام نحبش نقول اهم نقدر نقول اصحاح مهم جدا قدس اقداس العهد الادين قلتلكم ان اشعية بيسموه الانجيلي الخامس او الفيث افانجلس لانه هو زي متة وزي لو او زي مرقس وزي يحنة كأنه بيوصف لنا ايه اللي حصل للمسيح بس خليبلكم اشعية جهة قبل المسيح بحوالي تمنمائة سنة فلما حد يروح يشوف ويكتب لنا اللي شافوه غير لما حد يتنبأ بهذه الدق الحاجة التانية انه لو قريت الانجيلي الاربعة في احداث الصلب هتلاقي انه مست لايك ليها هي بتوصف اللي حصل يعني زي الريبورتر كده بتاع نيوز بيقول لنا ايه اللي حصل تحت الصليب وبيوصف ايه اللي حصل انما اشعية بقى حلوته انه بيقول لنا ايه اللى حصل وحصل ليه ايه اللي حصل وحصل ليه وكأنه بيقدم لنا يعني لكل حاجة حصلت هم 15 آية من أجمل الآيات ويفترض أن أنت تكون حافظهم سم ويفترض أنك تبقى حافظهم باي هارت ثلاث إصحاحات في إصحاح 52 واثناشر ثلاث آيات في إصحاح 52 واثناشر آية في إصحاح 53 يعني إصحاح قوي جدا كلام رائع عن المسيح وصف الآلام المسيح بطريقة يعني فوق الخيال بدقة اليهود كانوا بيحبوا الإصحاح ده وكانوا بيقرؤوا الحخمات والربايز عملوا أنه في بعض القطع المهمة لازم تتقرأ أسبوعيا فكان هذا الإصحاح من القطع المهمة التي يجب أن تقرأ كل أسبوع كل يهودي يقرأها كل أسبوع زي الأجبية كده من أنتو في حاجات بتقروها على الآل مرة في اليوم كمان مش في الأسبوع فهم عندهم كل يوم في إرايات فكان هذا الإصحاح من الإرايات التي يجب أن تقرأ لحد بقى من كتر الكلام ووضوحه ابتدت أي واحد يهودي عاوزين يجبوه للمسيح يقروا له الإصحاح ده أنت عارف طبعاً أول واحد حصل كده في سفر أعمال لما كان الخصي الحبشي أعمال يقرأ كشات انتو ساقن إلى الزبح هو كان عجل صامته أمامه اللي يجزه وفي لبس ماشي فقال له أنت بتقرأ إيه؟ قال له بقرأ شعي قال له فهم بتقرأ إيه؟ قال له لأ مش فهم ما حدش عاوز يفهمني قال له طب ممكن نمشي معك أنت فوق وأنا تحته قاعد في مشهد كوميدي الرجل الوزير ركب مركبة فخمة وفي لبس عمال يجري على رجل فالآخر قال له طب ما تنط بقى تعالى طلع لي فوق وإيه ونقعد ونتكلم وفعلا طلع فوق وابتدى في لبس يشرح للوزير هذا الإصحاح الرائع ومن هنا هتلاقوا الكلام ده موجود في صفر أعمال إصحاح تمانية للي حب أنه هو يرجع له يعني أنا أسف همشي سريعا النهاردة لأنه مضطر غطر إصحاح كله مش أقدر أخلي حاجة للأيام اللي جاي بس اكتب انت الملحوظات إنه أعمال تمانية بيتكلم على الإصحاح ابتدى بقى من السنة الأولى للكرازة يجيبوا هذا الإصحاح فابتدوا اليهود يشعروا أنه هم الإصحاح ده بيخسرهم ناس كتير فالربايز قالوا لا الإصحاح ده يتشال من القراءات الإسبوعية ما قدروش يشلوه غير في القرن الحداشر إنما حتى أوريجانوس العلمة أوريجانوس برضو عمل بيه مناظرات كتيرة وكسبها بسبب هذا الإصحاح فالإصحاح ده مفيش بعد كده أنا معايا فيديو كليب واحد ولد مسيحي مشي في شوارع أورشالي مبتدى يسأل اليهود على الإصحاح ده ولو عندك وقت ممكن بعد حتى ما نخلص المحاضرة بس مش هقدر أعطل المحاضرة بعد المحاضرة هفرقوا على الفيديو كليب ده أميزنج إزاي إنه طبعا اليهود قاعد يقول لك ده مش المسيح وعلى فكرة اليهود ومن لا يعترفون بالصلب الاتنين اتفقوا لأنوا تعرفين طبعا المسيحي هو من يعترف بلهوت المسيح وصليب المسيح وطبعا اللي ما هواش مسيح مش قادر وطبعا بع كل الاحترام اخواتنا المسلمين ما بيعترفوش بالصليب وما صلبوه وما قتلوه واخواتنا اليهود ما بيعترفوش بالصليب إن المسلوب كان إلها يعترفوا إنه كان مجرم يعني له المجد طبعا ولكنه في نظرهم كان مجرم مش إله فالاتنين اتفقوا على كده عشان كده الاتنين بيتغوزوا من الإصحاح ده المسلمين يقولك على ما تروحوا للناس اليهود هم اللي يفسروا كتابهم واليهود يقولك لا ده بس هتشوفوا في الكليب اللي إحنا هنشوفه إزاي الراجل حاول الأول يسألهم أسئلة عادية وفي الآخر قال لهم طبعا ده لا ينطبق إلا على المسيح تعالوا مع بعض نقرأ بقى بهدوء كده وربنا يدينا إن إحنا نخلصه إن شاء الله طبعا حينما نقترب من هذا الإصحاح إحنا عاملين زي موسى الذي اقترب من العليقة لأنه منظر بيقولك أميل لأنظر هذا المنظر العجيب رح ربنا قال له استنى قبل ما تقرب لازم تعمل إيه لازم تخلعن عليك فكأنه أنا بطلب من كل واحد فيكم يخلعن عليه يخلع أي اهتمامات خارجية يخلع أي ارتباطات ويبتدي يركز معايا في هذا الإصحاح المملوء قداسة واللي أعتقد إنك حينما تقترب إليه تقترب إلى الصليب ذاته بس سبعمائة سنة أو سبعمائة وخمسين سنة قبل الصليب هو ذا عبدي يعقل احنا بنعرف في آية 13 من إصحاح 52 هو ذا عبدي يعقل يتعالى يرتقي ويتسامى جدا كمن دهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم هكذا ينضح أمما كثيرين من أجله يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموه من صدق خبرنا ولمن استعلن الذراع الرب نبات قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاية انتصاق إلى الزبح وكناعجة صامتة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه من الضغطة ومن الدينون أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء إنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش أما الرب فصر بأن يصحقه بالحزن لأن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيام ومصرة الرب بيده تنجح من تعب نفسه يرى ويشبع وعبد البار بمعارفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة ومن أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثم وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المزنبين بيسموه إصحاق رجل الأحزان من أفسره عشان الكلمة اللي بتقول رجل أوجاعه مختبر الحزن بيسموه الصليب بتفاصيله اليهود بيقول لا ده بيكلم على الأمة اليهودية طيب بيكلم على الأمة اليهودية إزاي إذا كان بيكلم على واحد الكلام كله على شخص يقولك طيب بيكلم على أرمية أصلا أرمية هو شاف الإجزايل وشاف الخراب وأرمية تقوله إزاي الكلام ده إذا كان بيقولك لم يوجد في فمه غش لم يكن في فمه غش آية 9 هو أرمية ما عملش خطية الكلام ده مش مظبوط وبعدين هو أرمية قطعة من أرض الأحياء أرمية مات في مصر وهو أرمية برضو كان ليس له منظر فنشتهيه مين الكلام بيحاولوا يهربوا منه ولكن الحقيقة ساطعة جدا هو ذا عبدي يعقل يعقل بمعنى يحط خطة وفعلا فيه خطة تحطت للفداء وتقدر تقول كمان أنه المسيح هو أكنوم اللوغس اللي هو أكنوم العقل فهو وزع عبدي يعقل يا تعالى يا تعالى ساد المسيح خلي بالكم لما اتولد كان زي شخص عادي جدا هو عقل تتخنهو كان ماشي بيبقى حواليه هلم النور أو إيديه بيتنور أو أول ما تشوفه قلبك يرتجف لا هو خد اسم اسم مشهور قوي موجود في كل شارع زي أحمد كده عند المسلمين زي جرجس عند المسيحيين زي ديفيد عند اليهود يعني اسم منتشر ما خدش اسم يونيك وما ترباش تربية يونيك عشان كده بيقول هو كان عادي ولكنه كان فيه خطة محتوطة وعلى قد ما هو كان عادي على قد ما هو لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش إذن هو يتعالى يتعالى على الناس بإيه بالفضيلة اللي كان بيعملها يرتقي يعني كان أرقى منهم في الإنجيل بيقول وكان ينمو في النعمة والقامة عند الله والناس ويتسامى جدا يتسامى جدا إذن هو كان أعلى من كل ناس في أخلاقه مين يجيب خطية على المسيح ما قدرواش يمسكوا عليه خطية إذن هو بار هو قدوس ناس تانية خلي بالكم الإصحاح مليان أسرار ناس تانية قال لك واذا عبدي يعقلوا يعني زيه زي بقية الناس ولكنه يتعالى يعني تصلبوا لأنه لما تصلب المسيح حصلوا إيه تعالى عن الأرض قال وأنا إذا ارتفعت ارتفعت عن الأرض يا تعالى يرتقي تبقى القيامة فزي تعالى تبقى الصليب يرتقي تبقى القيامة يتسامى جدا يبقى المجيء التاني لأنه هيحكم العالم كله ويصبح قادي للمسكونة ويدين كل أحد بالعدل كقادي أوحد للمسكونة فتقدر تاخدها كده وتقدر تاخدها كده كما اندهش منك كثيرون فعلا السادي المسيح من أول ما جيه الناس اندهشت اندهشت من معجزاته من فتحين أعمى قبلك من قوم واحد ميت بقاله أربعة أيام من أمر البحر من أمر السمك يطلع من جوه البحر من أمر الشياطين وأطاعته اندهش منك ده له سلطان على كل حد على الطبيعة وعلى الشياطين اندهشنا من أقواله أحب أعداءكم باركوا لعنيكم اندهشنا من حنيت قلبه حن على المنبوزين وعلى المهمشين وعلى المرأة وعلى الأطفال وعلى الخطاه اللي ملهمش رجع زي العشرين أو زي الزواني حبه كان للكل فعلا السيد المسيح لما تقرب منه تندهش تندهش اندهش منك كثيرون قائد المئة الحقا كان هذا ابن الله المرأة الكنعانية جاية من لبنان عشان تقوله ارحمني وارحم بنتي كل اللي قربوا منه فجئوا بحنية قلبه وفجئوا وفجئوا كمان بسلطانه كان له سلطان لما يوقف قدام الكتب والفرسين اللي هم سلطة حاكمة ويقولهم ويلون لكم ويلون لكم بصورة يهز فيها السوابت وقال لهم على كرسي موسى جلس الكتب والفرسين اسمعوا كلامهم ولا تعملوا أعمالهم اندهش منك كثيرون لكن الغريب بقى جينة عند الصلب كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل وصورته اكثر من بني ادم كان منظره على الصليب مفسد لانه كان عصرة طب وديكم شفته طبعا ميل جيبسون لما عمل الباشن اوف كرايست عمله على اشعية 53 ومنظره صعب طب الرجل اللي اللي ادهش كسرين ليه كده منظره صعب اكثر من اي رجل اكثر من رجل يعني اكثر من اي رجل وصورته اكثر من بني ادم صورته في البر اكثر من بني ادم وصورته في الالام اكثر من اي حد ممكن ممكن يحتمل امن الانسان قد جاء ليخدم وليكن فدية عن كثيرين هكذا ينضح امما كثيرين ينضح خلي بالكم الاسحاح مكتوب لليهود واليهود عارفين ان كلمة ينضح هي طريقة التطهير لما تحب تطهر حاجة بتجيب زوفة وتحطها في دم زبيحة وترش بتنمي زبيحة تطهر فالمفروض انه اي حد عاوز يتطهر يتطهر برش الدم عشان كده ينضح امما كثيرين يعني السيد المسيح بدمه حيرش دمه على الناس فيتطهر عشان كده ينضح امما كثيرين يعني السيد المسيح بدمه حيرش دمه على الناس فيتطهر ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية أو من كل إثم من غير دم المسيح ما فيش تطهير أمم كثيرين ما قالش يهود بس الأمم كثيرين من أجله يسد ملوك أفواههم لأنه قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعه فهموه الملوك المسيح بيقول أنا ملك وبحب شعبي وييجي بقى أحشوير ويقوله أنا كمان ملك أنا عندي 127 مملكة نبوخص نصر يقوله وأنا كمان ملك غزية العالم كله الإسكندر الأكبري يقوله وأنا كمان ملك احتلية العالم كله ملكة إنجلترة تقوله وأنا كمان ملكة المملكة التي لا تغرب عنها الشمس إنما هؤلاء الملوك لما يجوا يعرفوا هذا الملك ماذا فعل من أجل شعبه وضع نفسه حتى الموت وأطاع وسفك دمه وردي إن يوهان من أجل الولاد بتوعل في المملكة عشان كده اندهش ملوك وسدوا أفواههم الله ليه عملتك إلى هذا الحد أنت تحب الناس اللي عندك في المملكة إلى هذا الحد أنت حريص على أنك وبعدين أي ملك يفضل عامل البدع طبعا أنا لما قرأت تاريخ ملوك إنجلترا لما قرأت الملكة مري أنتوانيت بتاعت فرنسا والأسر اللي بينكم راح ظاهره أنا شخصين لما زورته انبهرت بكمية الصراء وأسوار الأسر من بره دهب الجنينة أكتر من 200 فدان على أروع ما يكون بالبحيرات عاوزة تقول إنه فرنسا أغنى دولة في العالم وهي طبعا ما كانتش فرنساوية هي أساسا جات من بلد تاني وجوزت الملك كانت ملكة بس ما كانتش حاسة بشعبها والنقطة لما قالوا لها الناس جعانة وانتي عملت تبني أسوار دهب الناس مش لاقي لهم متلعيش أكلهم مش لاقيين أشياء أكلو جاتو فتحس إنها في التراوة يعني إنما الملك ده نزل وأخل ذاته خيزا صورة عبده أطاع حتى الموت موت الصليب عشان كده الملوك مش قادرين يتكلموا يسد ملوك أفهم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به محدش عمل كده قبل كده وما لم يسمعوه وفهموه قالك بس كده الراجل ده قدنا درس فيه كيف تحب أولاد المملكة بتاعتك من صدق خبرنا؟ طب مين هيصدقنا بقى في اللي نقوله؟ مين يصدقنا؟ وأنا عائل صغير كنت ما أقولهم مسيح تصلب كان استغفر الله العظيم وكانوا عاوزين مش طيقين العيال المعايا في الفصل وليل ونهار ما صلبوه وما قتلوه وإحنا نقول لهم لا هما اليهود قالوا للمسيح انزل من على الصليب وإحنا نؤمن بك أخواتنا المسلمين مش عاوزين يطلعوه على الصليب أساساً وبيقولوا لا ده ما طلعش وحاشا أنه هو يطلع إحنا بنقول لهم ده لو هو ساب الصليب يبقى ساب محبته لينا ده هو علشان جاي لأجل هذه الساعة هو لازم يفضل على الصليب إيه بقى حتة انزل من على الصليب حتى نؤمن بك لا 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 بس ما نصدق خبرنا مين هيصدقنا بقى؟ مين هيصدقنا؟ مين يصدق الحب ده كله؟ مين يصدق أن الإله يحاكم من أجل العبد؟ مين يصدق أنه البار يصبح خطية لأجلنا؟ إذ ونحن بعد خطاء فجار مات المسيح عنا البار من أجل الفجار وخلي بالك كلمة فجار مش معناها خطاء بس ولكنهم خطاء ويعنيهم مفتوحة الفاجر ها؟ الخاطئ ده يمكن يكون زحلق عمل حاجة لكن الفاجر هو اللي بيغلط وبيغلط وبيغلط ويعنيهم مفتوحة ويبرر خطأ ولا يخجل من خطأ طبعا مين يصدق الخبر ده لما نيجي نحكيه؟ إنها لحد الوقت مش مصدقها لا يهود ولا مسلمين ولا بوزيين مش مصدقين الصليب من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراع الرب؟ زراع الرب طول عمرها زراع قوية اليهود يقول الآيات واضحة بزراع قوية أخراجك من أرض مصر يا إسرائيل ربنا لما مد إيده فتح البحر الأحمر لما مد إيده ضرب فرعون بعشر ضربات لما مد إيده دخلهم أرض الموعد لما مد إيده جاب لهم المن والسلوى ولما هم بعدوا عنه مد إيده عليهم وهذا ولم تزل يد الرب ممدودة وأنها كان مرة اللي درسوا معنا الإسحاحات يد الرب ممدودة يعني إيه ممدودة؟ ممدودة يعني بتأدب فإيد ربنا دي قوية جدا مين يقف قدامها؟ حتى شعبه لما بعد عنه أدبه بالسبي بدل المرة مرتين فلمان استعلنت زراع الرب؟ النهاردة هذه الزراع ليست زراع قوة ليست زراع ضرب ولكنها تم تعريت هذه الأزرع حتى ما تسقب بالصليب وثقبوا يديا ورجليا طبعا إحنا عندنا لازم تحط جنب أشعية 53 لازم تفتح مزمور 22 مزمور 22 إلهي إلهي لماذا تركتني ثقبوا يديا ورجليا وأحصوني مع أسمة؟ فالدراع اتعرت الدراع اتعرت تقول لي إيه ده؟ يعني ما فيش قوة أقول لك بقى ارجع للقديس البابا أسانسوس لما قال في اللحن الخالد للشمامس حافظينه قدوس الذي أظهر بالضعف ما هو أقوى من القوة فالسادي المسيح بذراعه العارية وبتحمله للصليب عمل أكتر بكتير من أنه يفتح البحر الأحمر ولا يضرب مصر بالعشد ضربات المشهورة من صدق وخبرانه ولمن استعلن الضراع الرب؟ زراعه الممدودة حبا ذراعه الممدودة وهي تنزف دمن نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة المسيح لما كبر في نسوته في وسط الناس نبت زي الكاتكوت الصغير كفرخ فرق يعني كاتكوت يعني طائر صغنطوت كده يعني المسيح ما كانش فتوع في وسط الحت ما كانش الناس بتشوفه مثلا تقول عنده قوة خارقة نبت قدامه كفرخ قدامه ممكن قدام الله لأنه المسيح في نسوته هو كامل ولم يفعل خطيئة ولم يدع طبعا ما قلتلي هو غير قابل أنه هو يغلط لكن هو دهنا مثل إزاي الواحد فينا يكون كامل عشان كده المسيح اللي كان كامل في تنفيذ الوصاية ربنا بيطلب منك أنك تكون كامل فهو دهك مثل تمشي كمثال كذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة يعني مين كان يصدق أن من اليهود في قمة الإدمحلال وقمة الإنحطاط الديني والأخلاقي الأمة اليهودية وصلت في عهد المسيح حاجة ما لاشحل الجسم كله مضروب من الرأس حتى الأخمص القدم الرؤساء الكتب عصابة رؤساء الكهنة عصابة بيتجروا بالماني اكسشينجينج وبيتجروا بالخرفان بتاعت الهيكل كله تمثليات كله رياء الدنيا كلها بايزة التدين كده ظاهري لكن السرطان معشش جوه فكانت أرض يابسة يطلع منها حاجة كعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال على الصليب السيد المسيح كان لا صورة له ولا جمال طبعا انتو شفتوا المنظر اللي كان في الموفي واللي ما يعتبرش حاجة يعني لا صورة له ولا جمال مع انه السيد المسيح قيل عنه انه أبرع جمالا من بني البشر وطبعا معروف انه العبرانين جمال والست العدرة جميلة ولما ظهرت عزتون وظهرت في كل حتة شفنا دي انها جميلة في السيد المسيح اكيد شكله ممطو يعني هو أساسا جميل انما على الصليب أصبح لا صورة له ولا جمال من كتر الضرب من كتر الكفن يقول انه السيد المسيح تعرض بصوا وشه بس عشان نشوف شكله وشه أول حاجة منخيره اتكسرت من الوقع اللي وقاحه وهو شهل الصليب لانه هو شهل الصليب وقع على الأرض الحجرية اللي راحوا القدس شافوا الأرض الحجرية وقع عليها وبالتالي تهشمت منخيره مع تقل البيم بتاع الصليب اللي وقع عليها اللكم ضربوه بالبوكس في خدوده اللطم أكتر من مرة غير لطمة الخميس بالليل نما كمان لطموه كتير مش بس كده ده كانوا بيخبوا عنيه أو بيغطوه وبعدين يضربوه بقصبة على رأسه ويقولوله السلام يا مالك اليهود حتى الكافن أثبت أنه حوالين شنبه ودأنه لقوا تلات أنواع من الصليب نوع منها اللي هو الصليب بتاعته أساسا ده معناه أنه هو فضل متألم لدرجة أنه نزل من بقه صليب إنما كمان فيه نوعين تانية من الصليب ده معناه أنه فيه اتنين على الأقل تفوا عليه من أجل يا سيدي لم ترد واجهك عن خزي البصاق المسيح التف عليه عينيه كانت ورمة ورمة من الإجهاد لأنه ما نمش من يوم الأربع ليلة الخميس كلها واخدينه محاكمة لحد الصبح مع أنه ما فيش محاكمات بالليل والجمعة بقى ابتدت الجلد وعلى فكرة السير المسيحي اتحاكم ست مرات اتحاكم قدام حنان وبعدين حنان وده لقيافة وبعدين قيافة رجعه تاني لحنان لأنه يعني ده كان حامدة وبعدين بلاتوس وبعدين بلاتوس وده لهيرودس وبعدين هيرودس ما عجبوش رجعه تاني لبلاتوس وبعدين بلاتوس حكم عليه على أنه يجلد والجلد على أنه يجلد والجلد كان عقوبة قائمة بذاته فقال لهم أنا أجلده وأطلقه أنا أقدبه وأطلقه يعني بصوا إني لا أجد علا في هذا الانسان بالفكرة ست مرات في إنجيل لؤة بس المسيح بريء ست مرات يعلن أنه بريء من بلاتوس ومن غير بلاتوس إنما بعد ما جلده بعد ما جلده ونفذ عقوبة الجلد على أنه يروح رجعوا يقولوله بقى بص إن أطلقت هذا فلستا محبا لقايصر أصلي وخلي بالكوا كان فيه أزمة عند اليهود لأنهم حكموا على المسيح بأنه كسر السبت وحكموا عليه إنه لما سألوا رئيس الكهنة أنت المسيح ابن المبارك فقال له أنت قلت فرح شأ ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود لقد جدف إذن حسب القانون اليهودي المسيح يستحق القتل لأنه جدف ولأنه بس طبعا هو ما جدفش هو كان بيكلم الحقيقة إنه هو المسيح وكسر السبت لأنه هو رب السبت ولأنه هم أساسا حطوا قوانين من عندياتهم للسبت لكن هو ما كسرش السبت قال أذكر يوم الرب اللي تقدسه لا أذكر يوم السبت اللي تقدسه دي الوصية في الوصية العشر إنما بقى ما تقتلش وما تخرجش وما تعملش دي كلها التلمود والمشناء والمدراش والحاجات اللي هم تقاليد الناس قاله دا قال أنا هاخرب الهيكل هو ما هو في هذا لم تتطفق شهادتهم هو قال انقضوا هيقل الله وأنا انقضوا هذا الهيكل وكان بيكلم على هيكل جسده اللي عاوزة أوصلك معاه إن السادي المسيح حسب الشريعة اليهودية ما يستحقش القتل طيب بس هما شايفين استحق القتل طيب حتى ولو افترضنا إن هو قصر السبت أو قال أنا هو الله ما يقدروش يموتوه ليه ما يقدروش يموتوه لأن الدولة الرومانية قالت مش هنسيب كل واحد يموت حد فالحكم بالقتل من وظيفة مين؟ الدولة المدنية مش كل جماعة دينية تطلع في دماغة يموتوا حد ولا الحكاية تسيب طيب جم سلموه لمين؟ للرومان قالوا لهم خدوا احكموا عليه حسب قانوننا ده يقدر فبلاطس قال لهم احنا مش بنشتغل بقانونكم احنا بنشتغل بايه؟ قالوا له اصلا هو قال قصر السبت قال لهم انا ملياش دعوه وكل واحد يكسر السبت انا هجا موتو دي تهمة دينية مش تهمة مدنية قالوا له ده هو قال انا المسيح قال من حقه اي حد يقول انا المسيح طيب فبلاطس خدوا ابتدى يحكموا مدنيا سيفل يعني فملقاش في حاجة قال اني لا اجد الا في هذا الانسان فراحوا بقى هم ضغطين عليه في حتة قالوا اسمع ان اطلقت هذا فلست محبا لقايصر لانه ده بيقومنا على قايصر بيقومكم ازاي اذا كان احنا عندنا آية شهيرة جدا قال السيد المسيح تخرس اي حد اعطوا ما لله لله وما لقايصر لقايصر لمن هذه السورة اذا الراجل كان بيحترم قايصر فبلاطس بلاطس حب هو اعلن براءة المسيح ولكنه كان اجبا من انه يطلق المسيح ومراته قالت له اياك وهذا البر في الاخر حبي يفلفص يبعثه لهيرودس وبعدين لما رجعه حبي يجلده ويمشيه في الاخر قال طيب اقولك حاجة اه انا كل مرة بروح حد بيتحب نروحه وهو انا نروح وجاب واحد واحش جد براباس يعني اتال قتل علشان ايه يعني الحكم يبقى سهل المسيح ما قتلش يعني فالناس كلها اتميل للمسيح بيحاول يحل المشكلة بس سوري يعني بجبنه وبتخاذه قالوا لا اطلق لنا براباس وده كانت مفاجأة ان اطلق براباس فاعاد محاكمته مرة اخرى واصدر الامر بالسلب اسلمه اليهم ليسلم فلا منظر له فنشتهيه لا صورة له ولا جمال فننظر اليه محتقر ومخزول من الناس طبعا كل اللي عدة بصوا في ناس غوية كده انها ايه تلاقي الزحمة تمشي في الزحمة واحد بتضرب كله يضرب زي ما بتشوفوا المناظر اللي في التلفزيون حاجة يقولك كده لما يبقى فيه ناس كتير يبقى اكسات كتيرة وعقل ما فيش فكل اللي شاف المسيح اضرب اضرب يعني محتقر ومخزول من الناس واوجاع المسيح مش بس على الصليب ده من قبل كده ده من هو صغير من هو صغير وهيرودس هو بيجري وراه ده من ساعة ما اتولد يا جماعة ده اتولد من بطن مامته ما لاقولوش حتى ما لاقولوش كرب يعني او يعني سرير اطفال كده وحزاز وبتاع ما فيش وسند ظهره على ايه على خشب اه في المزود او المزود ايه غير خشب ناشف على ظهر البيبي بس هو بيسند ظهره على خشب لانه حيسند ظهره على خشب في الصليب مالوش مكان في المنزل فتولد في زريبة وابتدى بعد كده انه يعني يعيش حياة بسيطة جدا معوش فلوس مجهي يركب حمارة في حد الزعف استلف الحمارة لما هيجي موت هيستلف القبر فمعوش هو رجل اوجاع ولما نقول رجل اوجاع تقول ليه يعني المسيح ليه رجل اوجاع اقول لك رجل اوجاع على انه هنشوف دلوقتي انه حزاننا حملها والرب وضع عليه اثم جميعنا فالمسيح شال خطايا كل البشر ودي محدش عملها قبل كده رجل اوجاع ومختبر الحزن عشان اي حد يحزن المسيح هيحس بيه اي حد في مشكلة المسيح مر بيها كمسطر عنه وجوهنا مسطر عنه وجوهنا انا كل ما يعني اتفرج على الفيلم افتكري الاية دي لانه مش بنعرف ان اتفرج على الفيلم كواس جد مش بنعرف ان بحلق يوم اما خدنا الكنيسة وروحنا نشوف الموفي وفاكرين بقى ان احنا ايه حناكل الشاشة بعنينا كلنا عملنا كده عملنا كده هي دي مسطر عنه وجوهنا مش طيقين نشوف المنظر محتقر فلم نعتد به مين قال كلمة مين قال حرام عليكوا تعملوا كده مين حاول يدافع عنه محتقر كلمة محتقر دي هي نفس الكلمة اللي بالعبري اللي بتطلق على الابرس يعني مش بس يعني من كتر اللي حصل للمسيح محدش يقدر يهوب نحيته يعني فيه ناس كده اول ماليو حده يعفو مشكلة يقولك اي بد عنه بقى ده شبه اي بد عنه بقى ما تلوس سمعتك وما تحاولش تعمل جدع لانك لو قربت منه حتطلط معاه اه يعني الناس ما عندهاش استعداد انها تفحص الامر ولا تشوف مين مظلوم ولا لا 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 طالما وصم بالعار ابد عنه لانك لو قربت من الموصومين بالعار انت كمان ايه هتتحط في حسابهم لانهم زي البرس زي الابرس والابرس نجس ولازم تجري منه كمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن احزاننا بص بقى لكن دي تخلي اشعية يوصف لك هو وصف لك المشهد من بره هيوصف لك المشهد من جوه عشان اللي مش فهم يفهم عشان اللي مش عارف يعرف عشان ما نصدق الخبرانا ايه الحكاية بقى يا شيء يحكينا بقى تفسير ده اللي ما عملوش الانجليين باستثناء يوحن لما قال واشياء اخرى فعلى يسوع اما هذه فقد كتبت لتهم ان يسوع هو ابن الله وليكاين لكم ان امنتم حياة باسمي انما يعني يا دوبك قالها كده في الاخر انما شوف هنا بيقول ايه الوضع ايه بقى الوضع اساسا احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا احنا كنا فاكرينه انه مصاب وانه مزلول وانه مضروب من الله انه ده حكم ربنا عليه طبعا انت لو قاردت في سفر الحكمة بحب قوي دي بنقراه في في جمعة كبيرة نبوات الجمعة كبيرة في سفر الحكمة سفر الحكمة ده من الكتب اللي حزافها اخواتنا البروتستانت الله يسمحهم في الحتة دي ليه مش عارف لانه بص بيقول ايه سفر الحكمة اصحاح اتنين بيقول ازاي الاشرار ولنكمن للصديق لنكمن يعني نستخبه لحد ما نوقعه فانه ثقيل علينا يقاوم اعمالنا لا الاسف سفر الحكمة مش معاك اتنين اتناشر اكتب الشاهد ده اللي معاه كابتك ريدر حيلاقيه في الكابتك ريدر واللي معاه امريكان بايبل حيلاقيه واللي معاه كاتوليك بايبل حيلاقيه اتنين اتناشر ولنكمن للصديق في انه ثقيل علينا يقاوم اعمالنا ويقرعن على مخالفتنا للنموس ويفضح ذنوب سيرتنا يزعم ان عنده علم الله ويسمي نفسه ابن الرب كلام واضح جدا وقد صرى لنا عزولا حتى على افكارنا بل منظره ثقيل علينا لان سيرته تخالف سيرة الناس وسبله تباين سبلهم قد حسبنا كزيوف فهو يجانب طروقنا مجانبة الرجز يعني ما برضاش يجي معنا لان احنا في نظر وانجاز ويغبط موت الصدقين ويتباهب ان الله ابوه فلننظر هل اقواله حق ولنختبر كيف تكون عقبته فانه ان كان الصديق ابن الله فهو ينصره وينقزه من الناس ايدي مقوميه فلنمتحنه بالشتم والعذاب حتى نعلم حلمه ونختبر صبره ولنقضي عليه باقبح ميت ايه هي اقبح ميتة غير الصالب كلام ما ينفعش ينطبع عليه حد فانه ولنقضي عليه باقبح ميتة فانه سيفتقد كما يزعم مش هو بيقول ان انا لو موتوني هقوم مش هو وقال نخده هزا ليك لو انا اقيمه ثانية طب نشوف بقى كما يزعم الكلام في منتهى الوضوحنا بيقول احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزدونا اليهود دلوقتي يعتقدوا ان المسيح مجرم وانه مضروب من الله لحد دلوقتي لحد دلوقتي يقولوا يستهل اللي حصله يشوى نتصارد بصوا بقى اشعياء بيخش جوا لجوا وهو مجروح لاجل معاصينا مصحوق لاجل اثامنا تأديبوا سلامنا عليه هو اتجرح عشان احنا عاصينا هو صحق عشان احنا كان عندنا اثام تأديب سلامنا تأديب سلامنا يعني الادب اللي لازم نخده علشان نعيش في سلام هو شايله عننا بصوا لما حد المجتمع دلوقتي المجتمع اللي احنا عايشين فيه ايه وظيفة الحكومة انها تمنع الحرمية والخراجين عن القانون ليه لان لو ثابت الحكومة اللصوص ينطوا على البيوت ويسرقوها ايه اللي هيحصل لنا كلنا مش هنعيش في سلام يبقى الحل ايه ان اي حرام نعمل فيه ايه ناخده ونحطه في السجن بيسمو ايه السجن بيسمو تأديب فمن غير هذا التأديب المجتمع لن يكون في سلام الودي الصغير اللي هيبتدي يسرق ويمد ييده ابوه بيعمل فيه ايه بيعقبه ليه علشان ما يتعودش على السرق لو قعد يسرق ميصيره يخش السجن وما يبقاش فيه سلام في العيلة اذا التأديب يجيب سلام طيب كان لازم احنا نتأديب يا المسيح يتأديب هو تقدم وتأديب بدلا مننا طب ده هو ما عملش حاجة تأديب سلامنا عليه وبحبره شو فينا بحبره يعني بيه جراحاته وبأحزانه وبجلداته بجلداته ساعات بيترجموها بجلداته شو فينا وبيحكي بقى اشعية ايه اللي كان المفروض طبعا بالروح القدس ايه اللي حصل من الاول كلنا كغنم ضلالنا كلنا كغنم ضلالنا الغنم لما بعيد عنك يضل يضل كله لانه الاغنام بتمشي مع بعضه فلو في غنم كبيرة مشت غلط يمشي وراها الاغنام الصغير هو ده اللي حصل الاغنام الكبيرة اللي هما الكتب والفرسيين ورؤساء الكهنة ضلوا ومش وراهم الناس ملنا كل واحد الى طريقه ملنا كل واحد الى ما فيش حد بيقولك ليس من يفعل صلاحا ليس ولا واحد كلنا في الموازين الى فوق والرب وضع ملنا كل واحد اللي قال لي انا فرحان مع اني قتلت اربعة لكن فرحان ان المسيح لما قريت الاية دي حسيت ان المسيح تذكرني وهو يصلب المسيح تذكرني انا جرجس وهو يصلب طبعا جرجس ده انا كنت بخاف منه اول ما دخلت السجن اخدم لكنه دموعه في القدسات حسستني انه انسان تايب وهو اساسا قتل الاربعة دول قتل شهامة يعني مش قتل كانوا اخدوا بنت وعاوزين يجوزوها غزبا عنها ويخطفوها من امها وامها قعدت تقول له ما فيش حد في البلد ينصفني فطلع يجيب البنت لقاهم بيجوزوها حب يخدهم كانوا هيموتوه فهو يدافع عن نفسه طلع البندقية موتها اربعة وخد البنت ورجع بيها يعني وقت شاهم يعني صراحة طبعا مش معناها ان انا ببرر القتل لا طبعا ما كنتش حب انه يعمل كده هو ما كانش حب يعمل كده بس قاتل قاتل ويقول المسيح احبني وانا عاصي احبني وانا خاطي على فكرة من يظن انه بار لا مكان له في الصليب لان الصليب فقط لمين للاثمة الصليب للمجرمين والمسيح رضي ان يكون مجرم حتى تصير انت بريئا كنت بحكي لهم في مدارس الاحد وانا عال صغير اعمالنا مصرحية اسمها مصرحية التوأمان التوأمان دول ولدين شكله بعض قوي وجابوا ولد في مدارس الاحد شكلي كده ولد منهم طيب قوي وبيروح الكنيسة وبيصلي ومش عارف ايه وديسنت قوي والوادي التاني بيروح الكباريهات ويذكر مع صحابه أنا كنت الوادي اللي بيروح الكباريهات يعني في المصرحية وبعدين وهو بقى في الكباريه مش عارف ايه بيتخاني مع الويتر فبيقوم ضربه بالسكينة والسكينة بتنزل دم فبيجري بقى على اخوه لانه صحابه بيسبوك يتدبس وهو بيجري والبوليس بيجري ورافه بيجري على اخوه بيقوله الحان يا اخويا البوليس هيقبض علي انا هتمسك تسكينة في ايدي والدم على هدومي وانا هروح في دهية واخوه يقوله انا نصحتك كتير يقوله ما انا لما سمعتش كلامك ياريتني كنت روحت معاك الكنيسة ياريتني كنت مشيت حلو فاخوه بيقوله بص الندم مش هيحل المشكلة ولا العاطفة تحل المشكلة اقلع هدومك بصرعة ولبس هدومي وانا هلبس هدومك وهمسك السكلة في ايدي ولما هيجي الم particularly ولا العاطفن للمشكلة اقلع هدومك بصرعة ولبس هدومي وانا هلبس هدومك وهمسك السكلة في ايدي ولما هيجي الم meisten بعد دقايق حيلاقييني انا ان الشابه يعني نفس الشابه فهيفتكروني ان انا اللي قتلتي الواد وهياخدوني قالوا هتموت بدألي قال له هموت بدلك بس اسمع في حاجة مهمة جدا انه علشان موتي يبقى له قيمة واحس ان انا ضحيته ان انا اديتك حياة انت لازم تعيش حياتي لانه لو الناس عرفت لان الناس كلها فاكرة من اللي مات الشرير اللي مات يبقى من اللي عايش الطيب طيب لو عرفوا انه العايش ده مش الطيب ان اللي عايش ده هو الشرير هيعملوا فيك ايه هياخدوك ويحكموك ويموتوك يصبح موتي بلا ايه بلا تمن يبقى ان انا موت تبلوش اذا كنت مقدر ان انا موت علشانك لازم تعيش حياتي انا فاكر الكلمتين دول في المصرحية كلها وطبعا لانهم كانوا بيتقالولي انا في انتعارفين الكديس اللي كان بيهزر وبيلعب في المعمودية وبيمثله المعمودية وطلع بجد من الحكاية وهو في المعمودية التمثيلية يعني اللي بيتمسخروا بيها على المسيحيين لقى الروح القدس فاامن واعتبرت معمودية ليه فانا ساعتها الكلمة دي لما تقالتلي على المصرح مع الجو شعرت انها كلمة وانا طفل ممكن كنت ما زيتش عن من 14 سنة ولا 15 سنة ومصرحية ما تاخد لهاش كلها ساعة وربع انما الكلمة اللي رنت في ودني لو ما عيشتش حياتي موتي حيبقى بلا بلا تمن وكأنه ما لوش تأدير عاو استقدر موتي عيش حياتي لان الناس فاكرة ان انا اللي عايش مش انت هو دا اللي حصل انه كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحد الى طريق والرب وضع عليه اثم جميعنا ظلم ظلم مسيح ظلم دا الملخص كله دا ملخص الست محاكمات دا ملخص القضية ظلم ظلم عشان يشعر بكل مظلوم يا مناس مظلوم اقول لك انا زنب ايه طب ايه اللي حصل لده طب وليه اقع في الخية دي طب ليه يتهموني ظلم طب ليه يظلموني في الشغلانة دي طب ليه يظلموني مع الشخص دا طب ليه يظلموني في القضية دي وانا ملياز زنب فيها ظلم المسيح ظلم ويشعر بكل مظلوم اما هو فتزلل تزلل يعني ابل الزل ابل الزل ولم يفتح فا مسيح ما فتحش فا بلاطوس غلب ما هو فتح فا مع بلاطوس بس لما قال له انت ملك اليهود قال له انت قلت انت قلت دي اللي احنا بنونا عليها اعترف الاعتراف الحسن انه ملك امام بلاطوس البونتي لكن غير كده بلاطوس يقول له اما تعلم ان لي قوة ان اطلقك وان اصلبك فقال له لا استنى لم يكن لك علي سلطان البتة لم تكن قد اعطيت من فوق وبرضو ما قالش بيقول له انت ملك اليهود طب اما اما تجاوب بشيء بما يشتكون به عليك طبعا الحنان وقيافة غلب بياخد منه كلمة هيروديس غلب هيروديس قل له اعمل لي معجزة بتاعه فرح قال له سيبوك وده باينه مقفل وانا ملياش طولت بال قفل ظلمة اما هو لم يفتح فا وطبعا لم يفتح فا دي انا قلتها لكم قبل كده ليه المسيح لم يفتح فا لانه ما عندوش حاجة يقولها عارفين ليه ما عندوش حاجة يقولها لانه هم ادلقتي مسكين بقولوا انت مجرم فلو قال لهم انا مش مجرم واقتنعوا بكلامه هيقولوله ايه تفضل روح طب لو تفضل روح ده هو قال انا لاجل هذه الساعة تيت ولو قال لهم ايوة انا عملت كل البلاو اللي انتو بتقولوا عليها ويبقى معناه ان هو كدب وحاشا ان هو يكدب وانه يوصف نفسه بما ليس فيه فهو حبه لينا حبه لينا خلاه يقبل انه يتقال عليه وما فتحش بقه لانه هو فعلا مكاننا وبما ان احنا مجرمين يبقى هو لازم يبقى ايه مجرم بس هو مش مجرم اللازم يبقى لخطيئة جوع لخطيئة لاجلنا فهتحلها ازاي لو قلت عملت يبقى انت عملت نفسك مجرم وهو مش مجرم ولو قلت ما عملتش هيبرقوك ويجي يمسكون احنا فملهاش حل غير انه يصمت ظلمة اما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشات انتصاق الى الزبح وكانعجة صامتة امام جزيها لم يفتح فاه المنظر ده منظر مشهور انه اليهودي يمسك الخروف اللي رايح يتباحه والخروف يبقى ماشي فرحان مش عارف اللي هيحصله فكشات انتصاق الى الزبح انما المسيح كان عارف كنعجة صامتة ما ما اتكلمتش نعجة صامتة امام جزيها اللي بيقصوا لها شعرها وساعته هما بيقصوا شعرها يقوموا دخلين على جلدها ومعورينها لم يفتح فاه من الضغطة من الضغطة الضغطة اللي هي السترس ضغطة ممكن تكون السجن المسيح اتسجن اه مسيح اتسجن عشان كمان يبقى اتسجن وقال كنتم مسجون انا وكنتو اتسجن لانه احنا عارفنا انه في بيت قيافة كان فيه جوب جوب او ديتش كان فيه حاجة كده مدورة ينزلوه بالحبل وربطوا المسيح من وسطه ونزلوه في هذا الجوب المليان مية معفنا واللي مليان حشرات وفران وتعابين وضعوني فيه جوب سفلي فائتسجن هو اتاخد بعد ما اتسجن ومن الدينونة اوخس يعني حصل له يعني اتهام يعني حكم عليه بحكم يعني المسيح بقى ثوابق يعني عليه ريكورد فمن الدينونة اوخس اوخس للصليب وفي جيله من كان يظنه أنها قطعة من أرض الأحياء أنها ضربة من أجل زنب شعبي يعني لو أنت فوق شليم وشفت المسيح وشايل الصليب ولا شفته هو بيتجلد ولا شفته هو بيتهزأ ولا هو بيلبس إكليل الشوك ولا هو بيتضرب بالبوكس ولا بالقصبة على رأسه كنت هتقول إيه كنت هتقول يستاهل أكيد عمل حاجة لكن مين كان يعرف في جيله أنه كل اللي عملوا ده من أجل زنب شعبي خلي بالكم وفي جيله يعني في الناس اللي كانت وقفة جيله من أرض الأحياء الناس اللي شافوا الكلام ده أنه ضربة من أجل أنه قطعة من أرض الأحياء أنه ضربة من أجل زنب شعبي كل ده علشان الزنب بتاعك وبتاعي وجوعي له مع الأشرار قبره ده أشعية بقى هينط كمان على الدفن يعني كده خلص الصليب هيخش على الدفن جوعي له مع الأشرار قبره يعني إيه جوعي له مع الأشرار قبره يعني هو مات زي أي شرير بيموت كل اللي ميتين أشرار خلي بالكم الموت معناها أنك تروح للشيطان والشيطان كان بياخد كل اللي إيه كل اللي بيموت لأنه كل اللي بيموته كانوا أشرار بما فيهم حتى الأنبياء أو حسب القديس أغسطينوس فصرها تفسير حلو جدا قال السيد المسيح لما جاه يموت حطوا حراس الرومان حوالين القبر فجوعي له مع الأشرار قبره يعني سلموا قبره لمين للرومان الأشرار خلي بالكم الحراس دول كانوا أشرار لأنه معروف الجند الروماني جند شارس وكمان كدبين لأنهما لما كدبوا قالوا كنا نايمين وقوم خدو ولا هما كانوا نايمين وهما شافوا الزلزال وهما معرفوش راح فين الجسد وجوعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته الغني ده اللي هو مين خلي بالكم الحتة دي تبرجل أي يهودي ليه إذا كان ده راجل محتقر ومرزول ومجروح وكاشات انتصاق إلى الزبح معروف إنه أي مجرم بيتصلب ما كانوا يتحط فين ما بيدي فينش يا جماعة بتترمي جثته في وادي هنوم فيه وادي معروف لحد الوقت لما رحنا شاورتلكوا عليه عبارة عن وادي صحيق خارج أسوار أرشاليم اسمه وادي هنوم وهنوم هي النجاسة وكلمة أرض يعني جي فجي هنوم يعني أرض النجاسة لأنه أي حاجة نجسة يرموها فين في الفالي ده وبعدين آخر النهار بيولعوا يولعوا بالنار فبالتالي النار إيه؟ تحرق كل أجساد أجساد الميتين أساسا حسب الشريعة بتبقى نجسة أما البقى لما يكون واحد مجرم ومات فهم مش هيخدوه يدفنوه يكفنوه مش عارف إيه وواحد بسببه يصبح نجس طول اليوم لحد ما يقدم شريعة تطهير ويصلوله عند الغروب علشان يتخلص من إنه لمس ميت لا ده يعني بيشلوه كده بطراطيف صابحهم ويرموه في هذا الوادي ويحرقوه آخر اليوم ومال يعني يعودوا يكرموه على فكرة أغن حاجة عند اليهود البدافن لأنه الأرض ضيئة عندهم تعرفين أنه القبر الواحد على جبل الزيتون بمليون وربع مليون دولار وربع القبر لفرد بني آدم يمد جتته بس فحيجيبوله منين قبر فرموه والمفروض أي نجس يرموه هنا بقى فيه كونتراست غريب جدا إزاي هو شرير وإزاي معغني عند موته اللي عمله يوسف الرامي لما قال أنا هاخده وحطه في قبري وكان القبر بتاعه ومحدش دخل القبر ده قبل كده زيما الستة العذرة محدش دخل رحمها ومحدش يخش بعده برضه قبر السيد المسيح ما فيش حد دخله قبله ولا حدش هيخش بعده لأنه هذا القبر أصبح وقبلت الناس كلها وكل الناس بتحب تروح تشوف قبر المسيح الفاضي قبر المسيح اللي كله نور قبر المسيح اللي كله حياة قبر المسيح اللي كله عزاء الناس بتخف تخش القبور أنا دخلت قبور كتير وفاكر أول مرة دخلتها ما نمتش طول الليل وعادت طول الليل مش جايلي نوم لأنه دخلت وده حطيت صندوق وكانت حكاية مش سهلة علي بعد كده طبعا خدت على الحكاية دي بس برضه ما زال القبر له دخلة وأنا واحد من الناس ما عايفش أخش قبر غلا ما عاد أقول قدوس 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 لأن أنا فاهم يعني إيه إن الواحد يلمس عظام أمواته يعني إيه الواحد يخش مكان مقبت فإزاي قبر المسيح كل الناس نفسها تخشه وكل الناس نفسها تتعذبه كل الناس نفسها تقرب منه لأنه ينبعث منه النور وينبعث منه وهو القبر الفارغ شهادة على إنه صحبه حي وصحبه انتصر على الموت مع غني عنده موته ده يوسف الرمي ده عمل حاجة خلت الناس وخلي بالكم حتى في الكفن علماء الكفن أول حاجة خلتهم يندهشوا منين كل هذه الضربات وكل هذه الجروح اللي في الجسم بتاع الشخص ده ومنين الكفن غالي جدا اللي يتعمل فيه كده ده مجرم ما يستحقش غير إنه يترمي كده بجسطه العارية لكن الكفن يقول إن اللي تكفن ده إنسان وبعدين إزاي ما لحقوش يغسلون المفروض إنه هو جابين له كفن كده يبقى ناس محترمة يبقى بيحبوا الميت بتاعهم يبقوا يغسلوه وينشفوه ما كانش عندهم وقت لإنه كان المسيح ماتش مجامع والغروب هيجي ولو الغروب جاه يبقى اليوم يوم السابت ابتدى فكان لازم يكلفتوه فكلفتوه حطوا الكفن على الجسم طبع كل حاجة في الجسم طبعت في الكفن عشان تبقى شاهدة فوق الزمن وفوق التاريخ وده يفسر التناقض إزاي مجرم وإزاي كفن غالي وإزاي قبر غالي مع إنه ما ترماش زي وزبقية الناس في وادي هنوم أو جيه هنوم اللي جات منها كلمة جهنم طبعا على أنه لم يعمل ظلما تيجي تقولي بقى ده بيتكلم على الأمة اليهودية بيتكلم على أرمية كلام ما يقشش عقل عالي صغير ولم يكن في فمه غش عمره ما غش أما الرب بص بقى من قتل المسيح ده سؤال تسألوا الناس على مار التاريخ فكل واحد بيقول كلمة أما الرب فصر بأن يصحقه بالحذر طبعا الرب هو اللي أمر بكده صر خلي بالكم كلمة صر تفكرك على طول إنسان مسيح في نهر الأردن هذا هو ابن الحبيبة لازبيه سررت وتفكرك كمان لما قال له يا أبتاه مجد ابنك قال له قد مجد ومجد أيضا يوم الحد بالليل يحنى 12 كم مرة المسيح سمع صوت من السماء ثلاث مرات مرة في الغتاص ومرة في التجلي ومرة في يحنى 12 قبل الصليب في الغتاص هذا هو ابن الحبيبة لازبيه سررت وفي التجلي هذا هو ابن الحبيبة لازبيه سررت له اسمعوا وفي يحنى 12 لما جم اليونانيين وقال له يا أبتاه مجد ابنك فقال له قد مجد وأمجد أيضا ثلاث مرات جي صوت طب كان الصوت يجي بقى وقت الصليب لا مفيش وقت الصليب صوت ليه لأنه اختبر حتى السيد المسيح البعد عن أبوه وعشان كده صرخ وقال إلهي إلهي لماذا تركتني كل شيء اختبروا المسيح طبعا ما تنسوش أنه هو والآب واحد وأنه من جوهر الآب دي نقطة تانية وهو ده السر اللي ما نصدق خبرنا من اللي يفهم الحتة دي أما الرب فالصر بأن يصحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم المسيح عمل نفسه ذبيحة إثم يعني هو عمل نفسه ذبيحة هو قدم نفسه مدبوح من أجلنا عشان كده ما تسأل السؤال هو مين اللي قاتل للمسيح كيف مات المسيح أقولك ده حط ما تقوليش إجابة واحدة لأن الإجابة الوحدة تبقى خطأ يعني لو واحد قال المسيح مات عشان اليهود الملعين تكابلوا وتكاتفوا وتآمروا يا عم انت لو حطتها في إيدي اليهود بس كان المسيح مات غصبا عنه مين قالك كده انت عارف في الملط بتشويس ساعات تقول A is right يقولك غلط لأنه الإجابة الصح all above دي الإجابة الصح all above فمين موت المسيح موتوه اليهود بحقدهم وحسدهم كانوا يطلبوا أن يقتلوه موتوه الرومان بحكمهم عليه وضعف شخصية بلاطس وجايب لي شوات مية يخسر لي بيهم إيده ويقول أنا بريء بريء مين يا عم بريء ده انت اللي ماضي على الحكم موتو يهوزة بخيانته طبعا مش عاوزة كلام موتو أنا بخطيتي مش عاوزة كلام البار من أجل الأسمة موتو القاب الرب صحق لأنه كل حاجة بتحصل بأمر القاب ولأنه هو بعت وهو موت نفسه ليه سلطان أن أضعه وجع على نفسه وزبيحة اسمها دي ستة هم وبرضه برجع فكرك رقم ستة ده رقم إيه رقم الخطيئة ورقم الظلم ورقم الشر وكأنه اللي موت المسيح هو الظلم لأنه مظلوم فستة موتو المسيح وانت واحد فيهم ده انت الهدف أساسي يعني كل دول مش مش مشكلة ولكن الهدف بقى أنك أنت تتخلص من خطيتك جعل نفسه ذبيحة اسم بس يرجع بقى ينط على القيامة بصوا إصحح عجيب يرى نسلا يرى نسلا أنتو مش قلتوا أنه مات أنتو مش قلتوا الرب صر بأن يصحقه يصحقه يعني يهرسه يعني يهرسه مش يموته بس ده يموته موت فيها هرس يعني أما لازاي يرى نسلا هو المسيح عنده نسل أه طبعا مش إحنا أولاده يرى نسلا فهيشوف أولاده ما كانش يرى نسلا يبقى لازم يكون تطول أيامه تطول أيامه هو عاش تاني هو عاش تاني بالقيامة يرى نسلا تطول أيامه ومصرة الرب بيده تنجح مصرة ربنا أنه يهزم الشطان وأنه يشهر للسلاطين وأنه ينشر ملكوت السموات مصرة الرب بيده تنجح هذا المصلوب اللي لمعه فلوس اللي قال ها أنا قد سبقت وقلت لكم في العالم سيكون لكم ضيق إن كانوا قد فعلوا بهذا يفعلوا بيكم إيه سيتهدونكم لأجل اسمي تسلمون من الأباء والأقرباء وتقتلون ومع هذا ملايين الملايين مع المسيح عبر العصور بيزيده إيه ده يرى نسلا تطول أيامه ومصرة الرب بيده تنجح من تعب نفسه يرى ويجبع يعني تعب نفسه اللي تعبه المسيح ده ما كانش هاضر ليه لأنه شاف أحباؤه أولاده والملايين اللي بتستشهد من أجل اسمه والملايين اللي بتتكرس رهبان من أجل اسمه والملايين اللي بترسه مؤسس من أجل اسمه والملايين اللي بيسجده يسبحه يقوله قدوس قدوس من أجل اسمه والملايين اللي بيجوا يتناولوا من جسده ويشربوا دمه من أجل اسمه ومن أجل اللي عمله كل ده بسبب صليبه وقيمته يرى نسلا تطول أيامه من تعب نفسه يرى ويشبع فاكرين لما ساعة السامرية قالوا لي يا معلم قم فكل فراح قال لهم إيه ليه طعام آخر لستم تعرفونه أنا طعامي إن أنا الناس دي تتوب وعشان كده قال السامرية ديني أشرب هو أنا عطشان هو عطشان لقيا عطشان ليها هيا مش عطشان للمية وعطشان لكل خاطئ إنه يبطل خطيطه وأرجع أقولك تاني لو فضلت خاطئ خليت المسيح ما تبلوشي أما لو رجعت علشان بس الناس أقولك آمن بي وخلاص لا مش آمن بي وخلاص ده أنا آمن بي وأجري وراه وموت نفسي علشان زي ما هو موت نفسه علشان ده اسمه أصل فكرة المسيح مات فهنيئا وتعالوا ومجانا إيه يعني عاوز تقول إيه عاوز تقول يعني إن إحنا نعمل كده ونتفرج وهو يموت وإحنا نتفرج ده هو مات علشان ده أنا ما عنديش دم لو إن أنا أقوله تانكيو تانكيو إيه ده ناجري وأقوله سفكت دمك من أجلي أنا مستعد أسفك دمي ومات النهار كله ده أنا أجري وأقوله بعد كل ده إزاي أعمل خطية وأرجع أسلوبك تاني يصلبون ابن الإنسان لنفسهم مرة ثانية ويشهرونه مش ده اللي قاله بوليس في العبرانيين لو أنا فضلت أغلط ويبقى كإني قلت للمسيح أنت موتك ده أنا عاوز أقرره تاني وعاوز أعزبك تاني فما تجيش تقولي بالنعمة أنتم مبررون مجانا زيك عطيت الله لسا منكم معناها أنه كل واحد فينا ينام ويعمل الخطية على حساب دم المسيح ده استهانة بدم المسيح ده بوليس الرسول قال اللي بيعملوا كده بيدوسوا على دم المسيح بيزدروا بدم العهد ده اللي يعرف الصليب ويقرأ الصحاح ده لازم يتغير ولازم يبطل ولازم يبتدي حياة جديدة ولازم يكرس نفسه بالكلية ويقول مع المسيح كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الرجيم غير مأمولة فؤاد ثم نجاني الرحيم إنني لست لذاتي ليس لي شيء هنا كل ما عندي لفاد الخلق وهاب الورى ده أنا خلاص بتاعك يا رب وبابا شنودة لم يقول لماذا أنت مصلوب هنا وأنا الخاطئ حر أتباهى حكمة لا أدركها وحنان قد تسامى وتناهى فتيجي تقول لي أنا قاعد ونام ثقفة فاد الناسي قد تمم الأمر وإهدأ ساكنا إيه إهدأ ساكنا دي ده اللي يشوف حب بيتهري ده الوقت اللي قال لأمه أنت أمور يا ماما بس دراعك وحش وغطيه لما قالت له يا ابني ده نشلتك وانت عائل صغير لما قامت حريقة بالدراع ده بقى يبوس في الدراعه وبقى يفتخر بهذا الدراع أكتر فأجأ أنا أقول لا أنا أنام وأنا وبقى يحب أمه أكتر وبقى بس تطلب طلب بيجري عليهم منتعب نفسه يرى ويشبه أوعى تخلي المسيح جعان تاني أو عطشان لأنه هو عطشان إليك وشبعان إليك عبدي البار بكلم على السيد المسيح وما تنزعكش وما تبقاش مصدوم أو معصر في كلمة عبدي لأن المسيح أصبح عبد من أجلنا إحنا وضع نفسه في الهيئة وطاعة حتى الموت موت الصليب وأخذن صورة عبد عبدي البار بمعارفته يبرر كثيرين اللي هيعرفه واللي يعرف اللي عمله يتبرر وأثامهم هو يحملها المسيح عنده استعداد يحمل أثام أي حد مهما كان خاطئ مهما كان وحش لذلك أقسم له بين الأعزاء يعني أنتوا عارفين الملوك زمان كانوا ليهم نسبة من الحروب الملك وهو قاعد في أسره الجيش بتاعه يخش الحرب الجيش الأعداء ينهزم يلموا الفلوس والدهب من جيش الأعداء اللي سابوه واللي موتوهم الملك ياخد نسبة من الغنائم فالمسيح له غنائم بس الغنائم بتاعته مش فلوس عارف الغنائم بتاعته هي إيه؟ النفوس اللي بتؤمن يقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة السادة المسيح دخل حرب وانتصر فلوه الغنيمة هي نفوس الأبرار اللي مؤمنة به من أجل أنه سكب للموت نفسه سكب دي تديك إحساس بالمعاناة وتديك إحساس بال يعني نقطة نقطة نزلها علشان يسكب للموت نفسه وأحسيا مع أثمة أيوة دي طبعا عمل لها كوتيشان متة قال أحسيا مع أثمة جابها من أشعية أحسيا مع أثمة المسيح لما كان ماشي كانوا حطينه في الوسط لص هنا ولص هنا وهو إيه؟ يعني كان في وسط المجرمين في وسط المجرمين مرة زمان كنا في مصيف وللأسف طلع أنه الشخص اللي مدينا القتلات نصاب فجم أبضوا علينا وتأبض علينا وأنا لسه عيل في كلية يمكن كنت في تانية كلية وودوني الاسم أنا وأمين الخدمة ومشونا مع المجرمين شيء صعب قوي شيء صعب أنهم يحطوا كلبشات في إيدك ونحي التانية واحد مجرم يعني دي في حد ذاتها أنك أنت أحصي مع أثمة طبعا وإذا كان أنا صعبة على نفسي كده للمسيح البار إزاي أحصي مع أثمة طبعا هو أحصي مع أثمة علشان يخلص الأثمة استاذ المسيح الوحيد اللي اعترف بطهرته بقدسته هو لص اليمين لما قال لللص الشمال هو في الأول لص اليمين طبعا اتزحلق وشتم وجدف ولعن بس في الآخر قال له أو أتخشى الله نحن بعدل قد جزينة أما هذا فلم يعمل إثما جميل قوي أنه عرف ورح صرخ وقال له أذكرني متى جئت في ملكوتك بس السيد مسيح تحط مع الأثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المزنبين شفعته غير أي شفعة شفعة كفرية لأنه دفع التمن ولأن حط نفسه ما كاننا إحنا وحمل خطيتنا لكي نصير نحن بر الله فيه لإلهنا المجد الدائم للأبد أمين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة